في سباق التمييز على منصات التواصل الاجتماعي تعمل العديد من الشركات والحسابات الكبرى لحصد متابعات حقيقية تكسب بها نموا طبيعيا في عدد المتابعين لكن البعض الآخر منها يتجه إلى الإعلانات المدفوعة وشراء المتابعين وتكثيف الظهور على صفحات الإعلانات المتاحة لتسريع نمو المتابعين في حساباتها وعرض منتجاتها عليهم ويرى المحللون أن كل الجانبين يحاولوا استخدام هذه المنصات لعرض منتجاته وتحقيق الاستفادة منها بشكل أكبر ولذلك يرى المختصون أن هناك العديد من المزايا تتحد في هاتين الاستراتيجيتين ضمن خمس نقاط أولها استهداف العملاء فكلتا الطريقتين تحاول أن تقدم منتجات للعملاء ففي جانب النمو الطبيعي تقوم الشركة بعرض منتجاتها على الجمهور أما في الجانب الآخر فتبحث الشركة عن عملاء جدد والأذكى من يستخدم كلتا الطريقتين ثانيها العرض الطبيعي الذي أصبح من الصعب انتشاره مع الخوارزميات المتطورة في المنصات والتي تجعل وصولها صعبا فإصبح الإعلان هو الحل لعرض منتجاتك الجديدة والحصرية ثالثا العرض الطبيعي الذي يريك التفاعل في كل منصة ومنه تعرف أين تدفع بإعلانك ليحقق انتشارا واسعا وفي أي منصة رابعا الدمج بين العرض الطبيعي والإعلانات المدفوعة يكون أقل تكلفة وأكثر انتشارا كأن تجعل الإعلان عن المنتجات الجديدة والتنفسية مثلا والعرض الطبيعي للمنتجات القديمة التي لا توجد إلا لديك وأخيرا وضع استراتيجية لمعروضاتك على المنصات بحيث تقوم بعرضها وتوزيعها بطرق ذكية تحقق من خلالها المادة المعلنة عوائدها وأن يكون العرض الطبيعي في أوقات الذروة وبذلك يكون المستخدم قد حقق الاستفادة من هذه المنصات عبر الطريقتين اشتركوا في القناة